السلام عليكم أصدقائي عندما كنت صغير كانت دائما أمي تكرر شيء على مسامعي وكنت أخاف من هذه الأبارة دائما خاصة إذا تقول إذا أفعل شيء غير متعرف عليه أو ما تقبل بي أو تساءل عن قضايا مثلا لماذا تصلين هؤلاء يفعلون كذا وأولئك يفعلون كذا فتقول اسكت ما يصلح ما يصلح ما يصلح تقول هيتش يعني أو هكذا وأن هذا الشيء حرام أو لا يجوز بس كلمة ما يصلح دائما تكررها على مسامع هذه المقولة ذكرتني بواقعنا العربي الإسلامي عموما خاصة عندما راجعت بعض ما نشرت مؤخرا واتضح لي من قراءة بعض الردود على منشوراتي وفيديوات التي أقدمها أن كثيرين يفعلون الشيء نفسه وأرى بأن هذا الأمر يبدو لم يحدث بطريقة اعتباطية إنما هناك أساس عميق لم تأتي عن طريق عائلي يعني تربية عائلية أو وما إلى ذلك إنما عن طريق تربية دينية يقوم بتوجيهها وأدارتها وتنفيذها وتخطيطها مجموعة من رجال الدين بالتحالف ربما مع رجال السلطة والحكم وعلى الأغلب تبدأ برجال الدين وبعد ذلك يضطر رجال الحكم لاستعانة بهم لأنهم يتحكمون بأمر الناس والشارع والثقافة العامة التي يمتلكها الناس في منطقة محينة وزمان معين بالتالي ما يحصل في واقعنا وفي كل تفاصيل حياتنا هو مبدأ ما يصلح أو هذا لا يصلح أو لا يجوز أو حرام وهذه الإبارات كلها هناك قاموس ضخم من هذه الإبارات يدور حول هذه المنطقة أنه هناك شيء لا يصلح ولا يجوز أن تفعله أو تقوله أو تمارسه أو تطالب به فقد اتضح لي بأن الاعتراض من قبل الأغلبية أو الجماعة البشرية في مكان محدد وزمان محدد لا يتم على مضمون ما يقوله أحد أفراد الجماعة البشرية أو القطئ البشري إنما على أنك تجرأت وتعرضت بالنقد أو خرجت عن الخطاب السائد فيسمى بعد ذلك هذا الشيء أن هذا لا يصلح أو ما يصلح والسبب هو أن القاعدة السائدة هو أن يبقى كل شيء على ما هو عليه ولو كان في أسوأ حال ودون نقاش هذا الأمر هو الذي يجري حاليا مثلا خاصة قضية الغزة مثلا قضية حماس فأنت يجب أن تسير مع الجماعة الجماعة قد تعيش في حالة حرب أو هاجز حرب ضد عدو تعتبر احتل أرضها وهو هذا الأمر حقيقي وليس مزيف لكن على الجميع ينخرطوا ويندمجوا ولا يعترضوا ويتوافقوا ويسيروا مع الجميع ولا يبدون أي محاولة للتفكير والنقاش حول الموضوع المهم هناك إحساس بوجود خطر داهم وهذا الخطر يتطلب من الجميع أن يتوحدوا وطبعا بعد ذلك إجت الأحزاب القومية والحركات القومية ورفعت شعار كل شيء من أجل المعركة وشهداء يعني ما ذكر شهداء بالملايين وهكذا يعني بغض النظر عن الشيء بنروح بالدم نفديك يا صدام بنروح بالدم نفديك يا ناصر بنروح بالدم نفديك يا فلسطين يا إسلام يا دين فهو بنروح بده كل شهداء بالملايين فما تعرف أنه لماذا يصبح هنا شهداء إنه هي الفكرة أنه نحن أبناء جماعة واحدة ونحاول أن نثبت للجميع ولائنا وقطيعيتنا والتزامنا الخالص وهذا الإحساس ضروري جدا لأنه عندما تكون ضمن الجماعة لابد أن تثبت أنك مخلص لهذه الجماعة ولا بد أن تبدي مظاهر الولاء والبراء ممن لا يتحالفون أو ممن لا يرغبون بهم يعني مثلا عندما تكوننا في جماعة ولدينا القائد أو الحاكم أو النفس العام أو التوجه العام هو ضد الجماعة الأخرى فبالتالي أنت لا يمكن أن تأتي وتحاول أن تسير عكس التيار أو تسير خارج القطيع أو الجماعة بالتالي ستنال ما تنال من هذا ثمنا لهذا الموقف وربما يصل إلى أحد تصفيتك جسديا هذا الأمر معقول جدا هو أيضا الإحساس الجماعة بالقطيعية أو الحس القطيعي موجود للجماعات البشرية لأننا لم تستطع أن تبقى على قيد الحياة أو أن تنجح في امتهان البقاء إلا عبر الشعور أو الإحساس الجماعي الذي يضمها جميعا بالتالي دائما نقول أننا كبشر عندنا داخل كل إنسان هناك جماعة أكبر من الفرد داخل الإنسان نحن أبارع عن منتجات جماعية منتجات قطعية فبالتالي عندما يتحدث الغربي الآن أو العالم الغربي الأفكار أو التوجهات التي ظهرت بفعل الحداثة منذ نحو 500 عام عندما يتم التركيز على جوهرية الإنسان ومركزية الإنسان وحقوقها ورغبت بأن يتميز عن الآخرين هذه المسألة غير مهضومة لدينا وهذا الأمر عامل خطر كبير لا يمكن تقبلها بأي حال من حوال خاصة مجتمعاتنا فبالتالي عندما أنت تأتي وتقول أن هناك فرصة للسلام مثلا فرصة للسلام مع الذين يعادوننا مثلا في العلاق لا يمكن أن يكون هناك سلام مع الفرص يسمونهم الفرص حربنا مع إيران مصيرية وهؤلاء هم أعداؤنا أعداء التاريخيين أعدمان يتحدثون عن الأتراك وهكذا أعدمان يتحدثون عن اليهود عن أعداء الدين أعداء الوطن أعداء يعني نواصل هذا الأمر بطريقة فيها حدة عالية وفيها مبالغة كبيرة جدا وبالتالي إحنا نجد أنفسنا دائما في حالة حرب مستمرة لا مساحة للسلام في حياتنا ولا في ثقافتنا ولا في أدياننا ولا في مذاهبنا ولا وسط قادتنا ولهذا السبب تجد أننا شعوب تفتقر إلى السياسة لأن السياسة تتطلب بوجود حالات من الحرب وحالات من السلام فإنت إذا ما تمارس السياسة فإنت بحاجة لأن تجيد صناعة السلام مثلما تجيد صناعة الحرب أو سياسة الحرب فشعوبنا لا تجيد هذا الأمر الأمر كليا مختلف عن عن ثقافتنا وعاداتنا كل شيء من أجل معركة ودائما نحن في حالة حرب مستمرة وكل ما يحدث أن هناك مساحات أو يعني استراحات بين معركة وأخرى أما فكرة المعركة فكرة الخلاف فكرة الصراع مع الآخرين هي موجودة دائما وهذه الصراعات تتناسل وتتشكل حسب يعني في حجمها يعني مثلا هناك صراع بين عائلة وأخرى صراع هاي العوائل داخل جماعة أو عشيرة صغيرة صراع هاي جماعات داخل المدينة دائما تتشكل وحدات بشرية بشرية متكونة من مئة أو ألف أو ألفين أو مليون هؤلاء يشكلون وحدة بشرية قطيعية يحاول الجميع فيها أن يقصون كل الطرف أو كل ما يظهر في داخله وقادر ما يظهر في داخله من بوادر الإنشقاق والتفرق والتمزق دائما هناك رغبة بالتماسك في مقابل تقديم أي ثمن كان يعني ممكن يصل الحال أحيانا إلى قتل نصف الجماعة البشرية في حروب بينية طاحنة لتحقيق هذا الهدف هذا المسألة التفكير الجماعة والحفاظ على الجماعة والقطيع هي فيها جانب انتحاري بالضرورة وهذا اللي نلاحظة خاصة في الحروب أو الجماعات والحركات التي ظهرت مؤخرا أو في النصف القرن الأخير خاصة من أدما ارتفع ارتفع الشعور الديني والذي هو هو بالحقيقة الشعور قطيع لأنه كما تعرفون عندي حلقة أو حلقات أكثر في تعريف الدين وقلت أن التعريف للدين هو أن الدين هو القطيع وتحديدا القطيع البشري والتسمية الشععة لكلمة الدين أو مفهوم الدين هي معناها الجوهري هو القطيع البشري أو الجماعة البشرية فبالتالي وجود هذا القطيع وبقاعة والحفاظ على تماسكة يتطلب دائما استمرار الحروب إلى ما لا نهاية وهذا يتطلب تقديم قرابين بالضرورة والقرابين هي هذه التي يقدمها هؤلاء أنهم يمارسون الحرب ضد جميع ويقتلون ويصلخون ويذبعون بشكل وحشي ولا أخلاقي بالمعنى الحداثي معنى الحضاري أو معنى ما بعد الديني أو ما بعد القطيعي فهذا يعتبر أمر طبيعي جدا لهذا نجد أن يوم 7 أكتوبر عندما غزت أو اقتحمت حماس لم تكن تفرق بين العسكرية وغير العسكرية كانت الجميع لديها هم أهداف عسكرية وهداف لل للقتل والسلب والنهب وما إلى ذلك فهذا الأمر طبيعي جدا لدى شعوبنا هو هذا الذي لا نستطلبه وبدليل أننا نكرره دائما ورغم الخسار رغم الهزائم رغم أننا نرى بعيوننا ونلمس أن هذا الأسلوب لن يوصلنا على شيء بسبب أن الآخرين تطوروا وعيهم وتحضروا بمعنى بمعنى يعني الحداثي فتطوروا وعيهم لهذا لا يعني أنهم عندما تطوروا وعيهم معنى أنهم أصبحوا أرقى ذهنيا وفكريا وأخلاقيا يعني حتى عندما نصف الموضوع نستخدم الأبارات الحداثية بطريقة أو بأخرى لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا يعني ليسوا أشرارا بالضرورة هما لديهم أخطائهم لديهم جرائمهم لديهم يعني تصرفاتهم وأطماعهم لكن هم أرقى منا أخلاقيا وإنسانيا بكل حال من الأحوال وهذا الذي يوسع الهوة بيننا وبينهم فبالتالي عندما نكرر الخطة هو ليس لأننا لا لا ندرك ما يجري بل ندرك ندرك هاي الأمر ولكن ليس لدينا قدرة على تغييره هنا المشكلة شعوبنا ليست شعوب غفية تكرر الأخطاء وتكرر المحاولات ودون أن تتعلم يعني فبالتالي الكثير يقول ما معقول لي يعني لماذا نتصرف بهذا الطريقة يعني نشاهد أن الاعتداء على المدنيين لدى الآخرين والتفريق بين المدني والعسكري هاي مسألة أصبحت مبادئ عامة بشرية عامة بين الأمم والشعوب جميعا إلا شعوبنا ما زالت تمارس تمارس المجانية في القتل المجانية في الاعتداء على الآخرين عندما تصبح عدوي فأنت كافر زنديق نجس يجوز أن أفعل بك ما أشاء فهذا المنهج هو منهج ديني بالمناسبة إسلامي خاصة وهذا المنهج ما زلنا نتبعه والمشكلة أننا لم نجد من يعلم الناس على منهج آخر مختلف وهذا اللي أدي بنا إلى أن نحاول أن ننافق نلف وندور ونبرر كل ما نفعله بطريقة و بأخرى بحجتنا الآخر هو أيضا يمارس الاعتداء بحقنا ويقتل أطفالنا ويقتف نسائنا وينتهك الأعراف الدولية وحقوق الإنسان ويعتدي على المدنيين في الحقيقة نحن نستخدم مفاهيمهم هم فعندما نقول أن إسرائيل تقصف المدنيين فهي تقصف ليس بهدف قصف المدنيين طبعا بالفعل لديهم نواية جرامية واضعة أنه هناك نوع من عقاب الجماعة للشعب الفلسطيني وفي كل عمليات التي قاموا بها تقريبا هم كانوا يتقصدون معاقبة الشعوب معاقبة الفلسطينيين خاصة ولكن دائما كانت الحجة أنهم يقومون بردة فعل على اعتداء الآخرين عليهم وأن هذه الشعوب وهذه الجماعات تختبئ خلف المدنيين وهم محقين في هذا الكلام لكن محقين في الحجة وهذا يمرر على الآخرين وعلى الدول العالم وهذا الذي يؤدي بالنتيجة إلى أن الدول العالم تساندهم أو تتغافل عن ما يفعلون فيما لا تتغافل عن ما يفعل الفلسطينيين أو العرب عموما أو الحركات الإسلامية عموما من داعش وقائدة وجيش الشعبي أو جيش الحشد الشعبي وحسب الله والنصرة وما إلى ذلك كلها لم نضع سقفا أخلاقيا نستطيع من خلال تبرير أفعالنا كما تفعل إسرائيل هذه نقطة ضعف خطيرة جداً هي سبب معاسينا وتكرارها وسببها العميق جداً هو أننا ما زلنا نتصرب بمنطق ما يصلح كما قال تقول أمي هذا حرام وهذا حلال ومنطقنا لا يجوز أن تختلف ولا يجوز أن تشذوا عن القاعدة وعن ما تقوله الجمال العالم الآن اختلف المجتمع البشري أو الجماعة البشرية أصبحت مقادة بقيم ومفاهيم ونظام مختلف من الألاقات فيما بينها لم يعد وجود شخص مختلف عن الآخرين نذيرة خطر وشؤم ونذيرة تفرق وشرذمة الجماعة بدرجة خطيرة جداً لا بالعكس أصبح الآن تميز الإنسان وتفرده واستقلاليته وامتلاكه لحرياته وحقوقه واحترامه لحقوق الآخرين أصبحت هي عامل قوة أصبح عامل قوة بدلاً من أن يكون عامل ضعف طوال التاريخ البشري تقريباً لديه رأيه الخاص ويحترم أراء الآخرين ها كانت مسألة قاتلة ولو حدثت فما كان ممكن أن نكون نحن موجودين حتى يومنا هذا فهنا هنا الإشكال الكبير والسبب الرئيسي أننا ما زلنا نسمح لرجال الدين بالسيطرة على حياتنا وصناعة الوعي الإنساني لدينا هم موجودين وهم أيضاً يعني تمكنوا من أقول الناس تمكنوا من السيطرة عليهم وبدليل نجدهم موجودين في كل شارع وزقاق في مناطقنا وبدليل أن حتى الدول العالم الغربي المتقدم أصبح لا يستطيع التعامل مع شعوبنا إلا عن طريقها أولا لأنهم يسيطرون على الجمهور يقول لك أنا لا أتعامل مع علماني هو يستعمل خطابي الخاص ويحاول أن يتعامل يعني يحاول أن يقدم لنفسه بأنه قادر على أن يحشد الحشود من جماعته فبالعكس هذا الشخص فاقد للقوة فاقد للجماهرية لا يتقبل هو الجمهور العربي أو المسلم فبالتالي نحن لا نتعامل مع هذا الشخص لأنه لن ينفعنا نحن نريد هذه الشعوب نحاول أن نتفاهم معها أن نصل لضمان مصالحنا من خلالنا فلن نجد أكثر موثوقية أو أكثر قدرة على التنفيذ ما نريد إلا عبر رجال الدين ورجال الحكوم أيضا لديهم نفس الموقف هؤلاء كان لا تعامل مع الماني ليس له أتباع أو ليس لديه جمهور أكثر من ألف بالكثير عشرة ألاف شخص بينما هناك رجل الدين بكلمة واحدة يجمع خلفه مليونين أو ثلاثة ملايين إنسان يقول لك أنا أتعامل مع هذا لكي أضمن مصالحي أما أتعامل مع شخص من النوع البسيط أو النوع الذي تأثيره محدود فهذا سيؤدي إلى خسارتي كل شيء بالتالي يطلع الموضوع أنه بالنتيجة أنه نحن علينا أن لا نقدم لا نستخدم هذا المنطق منطق ما يصلح وهذا حرام وحلال ويجب أن تتبع القطيع وتتبع التيار العام في كل حالة من الأحوال يجب أن نسمح لأن يكون هناك أبناء لديهم استقلاليتهم لديهم حريتهم أبناء بنينا وبناتا يجب أن نسمح للجميع بأن يتميزوا ويستطيعوا أن يفكروا وأن يراجعوا التاريخ ويراجعوا ثقافاتنا ويراجعوا كل مفاهيمنا بطريقة منفتحة وسوف لن تنقل بالدنيا أكثر ما هي مقلوبة علينا أما التحجز بأن الظرف غير مناسب هو دائما الظرف غير مناسب فهذا ما عاد يجب أن نواجه هذه الحقيقة وإلا فنحن سنستمر من سيء إلى أسوأ ولهن الآن في أسوأ حال بدليل أنه عندما نراقب ما تفعله حماس ما تفعله إيران ما يفعله حزب الله ما يفعله الحجد الشعبي في العراق الميليشيات الموجودة في كل مكان وأيضا الدول التي تبدو مستقرة في الخليج ومصر مثلا والمغرب وتونس وغيرها هي أيضا على كف عفريت لأنه مجرد أن تخف قبضة السلطة ممكن أن تتشكل هذه الميليشيات بسرعة هائلة كما حصلها في العراق وليبيا واليمن وسوريا كما رأيناها جميعا وأيضا إفغانستان فحتى إيران مجرد أن تنهار السلطة فسنجد فوضى عارمة بين الجميع فبالتالي إحنا لا بد أن نجد حل لمشاكلنا لا بد أن نقتنع بأن علينا أن نقدم خطابا معقولا مقبولا من قبل العالم وإلا فسنبقى عبءا ثقيلا على الجميع ونبقى في أشد حالات يعني في أشد حالات الرفض من قبل الشعوب العالم الأخرى الآن المسلم والعربي خاصة الفلسطيني السوري وغيره أولاء والعراقي مرفوض من قبل أغلب دول العالم والكل ينظر إلينا بنظرة دونية أو نظرة متعالية علينا ويشعر بالخطر من وجودنا وهذا يفسر الصعود اليمين في دول العالم أيضا الصعود اليمين في إسرائيل نفسها بأعتبارها هي أيضا دولة دينية وهي أم التطرف وهي أصلا هذا الفكر الإنزالي القطيعي هو أصلا مصدر إسرائيل لولا عن إسرائيل مصدر الدين اليهودي والذي بعد ذلك تبانته شعوب المنطقة وخاصة العرب ومنطقة الشام اللي أصبحوا مسيحه وبعد ذلك انتقل المولوء إلى الغرب وانتقل أيضا بقى أورثنا الإسلام استمد التعاليم اليهودية وتطرف فيها كل تطرف فالمهم هذا اللي أقوله هو أننا تقبلنا جميعا تربية أساسها التشبث الموروث الثابت اللي ما يقبل جدال ولا سؤال وهذا خلانا دائما نراوح في مكاننا على مدى أربعة عشر قرنا لم نبرح مكاننا دائما نتراجع إلى الخلف أما الآخرين الذين يتهموا بالكفر فذهبوا بعيدا ويعني ربما نقول يعني مسافة زمنية هائلة يعني ما لا يقل عن ألف عام لكن ممكن أن نتجاوزها إذا راجعنا أنفسنا أو وهذا لي يعني لن يحدث إلا من القاعدة من الناس من الأفراد كل واحد ببيته أهله بعائلته يبدأ مع نفسه باختناع بهذا الأمر وكما نرى جميعا بأن تشبثنا بهذا التراث الذي نسميه أصيل طبعا كل شيء أصيل هو سيء بالمناسبة ندعي بأن هذا التراث الأصيل يجب التشبث به وهو فيه الحال بالعكس هو أهلا من الشبثين ما من الشبثين هو من الشبث بنا لأن نتاج هذا التراث فهو جزء من عدنا بالتالي هو أصيل ليس لأنه جيد لأننا لسنا لا نعرف شيئا غيره وهو اللي يكون شخصياتنا وبالتالي التغيير شخصياتنا هو السؤال التخلص من هذه العصالة التخلص من هذه العادات والتقاليد التي ورطناها وهي في أغلبها سيئة وحتى الجيد فيها لا يتأقلم مع النظام أو السيستم الذي نحن بحاجة إلى أو النسق الذي يجب أن نسير عليه والقيم التي يجب أن نسير عليها قيم الحقوق والواجبات وقيم المواطنة وقيم المساواة والحريات حرية القول والفعل والعمل هذه القيم يجب أن تترسخ في بين شعوبنا على مستوى الأفراد بعد ذلك قدما يتعامل مع العالم الغربي أو العالم الآخر أو الشعوب الأخرى سيجدون أن هذه الأمور أن هناك حلقات وصل بيننا وبينهم وإلا سنبقى الآن الكل يشعر بأن بيننا وبينهم مسافة هائلة وهو واسعة لا يستطيعون تجاوزها يعني بالضرورة نحن نصبح أعداء لبعضنا البعض بدلاً من هذا يجب ممكن أن نقتنع ونؤمن بقيم تجمعنا مع الآخرين كانت القيم القديمة القيم الدينية التي ندعي أنها أصيلة وأنه يجب أن نستعيدها ونسميها الأصول والأصولية وكل كلمات الأصوليات كل مفاهيم الأصولية هذه هي اللي دمرتنا والتي دمرتنا ليس لأنها سيئة فقط لا لأنها ابنة زمن مختلف تماماً يعني لا نريد مسألة هي مسألة تقييم ومسألة أنه يعني هذا يقول لك أن هذا الدين سيء أو أنه لا يوجد إله لا يوجد نبي أنه التراث كله مخشوش وتاريخياً غير مثبت موضوع ليس هذا أن هذا التراث أصبح الآن جزء من أدنا جزء من ثقافتنا جزء من معينة جزء من لغتنا جزء من نظرتنا من العالم والأشياء والآخرين فبالتالي هذا كله تضح بأنه لا ينسجم مع الواقع الذي نعيشه وهذا الواقع أهل مجبرين على أن نكون فيه ليس واقع أن نستطيع رفضه أنه الآن التقنيات الموجودة الحديثة تطور البشري أصبح موجود في كل مكان وكل بيت بدليل أن نتحدث معكم الآن وأستخدم أحدث الجزء والمبتكرات فبالتالي أهل مجبرين على التعامل مع هذا العالم بطريقة وبخرى فلا بد أن نجد وسائل وأدوات ومفاهيم وقيم وأفكار وأساليب ورؤى متناسبة ومتساوقة مع هذا الواقع المختلف تماماً أما أن نذهب إلى الماضي ونحاول أن نعالج أو نصلح السيارة مثلاً بالمنشار مثلاً أشبه بإنسان مثل النجار الآن يستعمل الأدوات البدائية للنجارة هذا لا يمكن فأمر الفكر وأمر الثقافة وأمر إدارة الشؤون البشرية والجماعة البشرية هذا وأدامة الألاقات فيما بينهم والقوانين والقيم والأنظمة التي تنظم حياتهم يجب أن تكون يجب أن تؤمن بها الجماعة أصلاً لا أن تفرض عليها من الأعلى بأتبارها قوانين وبعد ذلك ننقلب على هذه القوانين بأتبارها ليست قوانين الدين الصحيح كما نسميه الدين الصحيح هو دين فعلاً صحيح في ذلك الزمان وكان مخترعاً وموجوداً لإدارة شؤون ذلك الزمان وطبعاً فيها كانت إشكالات لا تحصى لكن الآن هذا لا ينسجن لا يمكن أن نطبق ما نحن عليه أو ثقافتنا على واقع مخترف تماماً هذا المسألة البديهية لكن الصعوبة أن يأتي هؤلاء الذين يسيطرون على الشارع ويقولون لا نبقى على ما نحن عليه لأنهم يريدون أن يضمنوا مصالحهم فبالتالي يجب أن نجد نوع من التوازن بين الأمرين هؤلاء أيضاً هما بأتبارهم طبقة متحكمة ونافذة يجب أن نجعلها تخشى على مستقبلها يجب على الجمهور أن يتوافق معهم بطريقة بخرى طبعاً هما لن يستسلموا بسهولة للواقع الجديد ولحاجات الناس الجديدة ولن يطلقوا سراح الشعوب التي يسيطرون عليها عبر الطقوس اليومية التي يمارسونها والفرائض التي يطالبون بها الجميع لكن يجب أن نصل إلى حل سواء بيننا وبينهم هي المشكلة عندما نحن الجانب الآخر المهم أنه عندما نفكر ونرى موضوع شوية من زاوية أبعد نجد بأن كل شيء يتغير لا يوجد شيء ثابت يعني الزمان والمكان حتى المكان يتغير طب البيئة تتغير حتى خلايا الإنسان تتجدد وتتغير لا أسأل عن الإنسان تلقى كل سنة حتى شكله يتغير شعر عنه شعر يوقع فمثلا الإنسان لا يمكن أن يستمر الإنسان الطفل غير إنسان الشاب والمراهق المراهق غير الإنسان يعني الرجل وهكذا المرأة تتقلب أدواره لا يمكن أن يكون الإنسان أن يبقى كما هو كل شيء يتغير فبالتالي كيف لنا أن نرفض التغير لا يمكن بس المشكلة المؤضلة البشرية وين تكمل؟ وهي مؤضلة أخلاقية أيضا ومؤضلة سياسية ومؤضلة وجودية مؤضلة حياتية مؤضلة خطيرة هي أنه لا يمكن للناس أن يجتمعون إلا على ثوابت فكيف الحال وكل شيء متغير فبالتالي فكرة اختراع إله أو إيجاد إله يؤمن به الجميع هي نوع من الحل للتخلص من هذه المتغيرات التي لا تنتهي لذلك عندما نراقب مواصفات أي إله دائما نراقب أنه كامل القدرة كامل القوة رحيم كامل الرحمة يعني قادر على كل شيء لا خلل فيه وغير قابل لأن يخضع للمتغيرات وهو خارج الزمان خارج المكان خارج أي خلال يعني هو مطلق أبسلوت فهو الثابت الوحيد الذي يجب علينا جميعا أن نتثبت وندوره حلو وهذه فكرة الثابت تاني أدي نظرية بهذا الأمر إن إنسان أي كانحي لابد أن يكون لديه ثابت لكي ينطلق من لتحقيق أي شيء يعني حتى على مستوى الفكرة على مستوى العمل على مستوى أنه يريد يأكل أو تلبية حاجاته الحيوية هذه كلها لابد أن تنطلق من نقطة ثابتة أو نقطة محددة أو مشخصة لكيتد يعني في داخلها يعني نقطة في ذهنه في جسده أي شيء هذا لابد أن نطلق منها بالتالي الجماعة البشرية يجب أن تتوحد على ثوابت وأن لا تفرقوا وصارت فوضى وهنا هذا الجدل الذي يحرك الجموع ويحرك الحشود ويخرج من خلال هذه الحشود من أناس يتمردون ويحتجون على الثوابت وهي مسألة طبيعية لأنه لا يمكن أن يجتمع البشر على ثابت نهائي وقاطئ ويؤمن به جميعا لكن أغلب البشر يتوافقون على الثابت لأنهم يدركون بأن أي تغيير فيه خطر كبير وهذا السبب عندما أنا أنا أناقش وأعترض على كل شيء تقريبا يجدون أنني شخص كائن خطر وهما محقين في هذا لأنني لا أنا ما ألومهم فعلا أنا كائن خطر وأشجع على مراجعة الثوابت وانتهاكها بأكبر قدر ممكن وهذا أمر ليس بسهل لا يمكن أن تقبله جميعا أنا أعترف لكن لا بد من هذا هي مسألة تطلب من أدنى الجرعة وفيها شيء من المغامرة فيها شيء من المخاطرة فيها جسارة فيها انتهاك لأعراف وأخلاق وعادات الشعوب أو حتى الجماعة البشرية التي أنا خرجت منها أو أنتمي إليها سواء شئت أم لم أشاء فأنا أنتمي للثقافة العربية بشكل عام لكن أنا محسوب عليهم شئت أم بيت يعني هكذا هذه هي طبيعتي فبالتالي أنا أنتهك ما لديهم وأعترف بهذا وما زلت مصرا على انتهاء كل هذه العراف وهذه التقاليد وهذا التراث وأحتج عليها وأدينه أدين الجزء الكبير منه وأدين أيضا كل من يلتزم به إلى الحد الذي يجعله عدوا للآخرين ومحرضا على الاعتداء عليهم فبالتالي الفكرة بالنسبة لي ليس أن نقول هناك هذا داخل هذا التراث أن هناك دين مزيف وأنبياء مزيفين وآله مزيفين هي ليست هاي القضية قضية إحنا أدنا مشكلة هذه الثوابت التي ورطناها يجب أن نراجعها لا أقول والحجة مالتر الأساسية تقول بأن مراجعة هذه الثوابت لا يعني أننا سنتفرق وس يعني نتبدد شتتا أو بشكل يعني نتفرق كلمتنا ويضيع ذكرنا ويعني يستولي على حقوقنا الآخرون هذا الأمر لم يعد ممكن هناك قانون دولي هناك حدود دولية هناك مبادئ الإنسانية موجودة تثبت حقوق الجميع أو ممكن نعتراب بها ونعتبرها هي الثوابت هي الثوابت الموجودة الآن حقوق الإنسان ثوابت هذه الثوابت الآن أصبحت الثوابت بديلة عن الثوابت القديمة صحيح فيها إشكالات أيضا لكنها أفضل من الثوابت القديمة الدينية والإلهية والغيبية لأنها ثوابت ممكن ممكن الأثور على نتائج طيبة لها ممكن أيضا مراجعتها بالتالي حسب كل ظرف وكل جماعة فبالتالي الثوابت القديمة أصبحت ثوابت قاتلة ومدمرة وهذا نلمسه بأنفسنا ملايين من البشر ضحوا بأنفسهم من أجل ثوابت الدين ثوابت التراث وثوابت الجماعات البشرية المختلفة لدينا حتى الثوابت الوطنية هي فكرة الوطنية أيضا هي فكرة فيها شيء من شيء من التعصف وشيء هي نوع من أنواع الثوابت يعني هي فكرة الوطنة أيضا ثابت من الثوابت لكن هذه كلها الثوابت يجب أن تخضع للمراجعة ويجب أن 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 يصبح أو تصبح نزعة الخروج على الثوابت موجودة لدى كل إنسان وكل فرد مهما كانت الثوابت التي نتفق عليها أنا أتفق معك على الثوابت الأساسية مثلا حقوق الإنسان لكن أنا لا يمكن أن أتفق على كل التفاصيل لكنني ألتزم بسقف هذه الثوابت ولكن من حقي أن أعترض عليها من حقي أن أقول أن أن هذه الثوابت تجب أن مراجعتها لا حق لك بأن تعترض علي ولا حق لأحد أن يقول لي أن دماء يتحدث ضد التراث الديني أو ضد الإسلام وأقول هذا الإسلام مصدر من مصادر الخراب الذي نحن فيه مصدر أساسي هذا الإسلام الموروث الشاعي بين الناس على اختلاف المذاهبة هذا مصدر مدمر وقاتل لشعوبنا وهذا لا يمكن أن ننكره أنه نحن في أسوأ حال حاليا بسبب الالتزام بهذا الدين الموروث لكن هذا لا يعني أن من حقك أن تعترض عليها وتقول أنت تنتهك أنت عدو للدين عدو للإسلام عدو وهكذا لا من حقك أن أقول رأيي أنا أتحدث برأيي لماذا لك حقك أن تنتصر للدين الذي تؤمن به ولا تسمح لي بأن أعبر عن رأيي فهي وجهة نظري أنا لم أؤذيك ولم أعتدي عليك لكن علينا أن نتخلق بهذه الأخلاق هذه هي فكرة أساسية في هذه الحلقة المهم الفكرة أساسية أنه التوابط يجب الخروج منها وأنه فكرة ما يصلح لا بالعكس كل شيء يصلح للتفكير والبحث والمراجعة والنقد كل شيء لأن كل ما إنسان إزداد وعية واستعانب نفسه واستعانب قدراته وطاقاته الطبيعية المتوفرة يديه أو التي يستقيها من العالم الذي يحيطه والثقافة العامة يبتعد بعد ذلك عن رجال السلطة ورجال الفكر والموروث وهو رجال الدين هؤلاء كل ما خرج عن طورهم أصبح أكثر قابلية على أن يكون معاصرة لعالمه ولحاجاته المعاصرة شكرا جزيلا وأصف القالة مع السلامة